شهادة حق ديوان هذه السنة كان مختلف بكل تفاصيل مع هذه النسخة المختلفة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني وصل مشاهدات البث المباشر في كثير من الحلقات إلى أرقام غير مسبوقة نجاح يحسب لك يحسب للنسخة يحسب للقناة بصراحة كيف شفت نسخة البزنس 2؟ من أي ناحية؟ من جميع النواحي؟ بزنس 2 ما فيه كلام يعني الأمانة برنامج ناجح لكن طرح على طاري موضوع الديوان أنا أشوف بوجهة نظري مش أهم حاجة في فقرة معينة تنجح أنا أشوف أنه لازم نسعى كلنا من جميع الفقرات تنجح صحيح الديوان بدون تحيز كل الفقرات ترى كلنا في قارب واحد وكلنا في مركب واحد يعني أنا من صالحي أنا ينادر مش الديوان فقط بس اللي ينجح وبدون تحيز لا لازم الفقرات كلها تنجح فأنا أشوف أن بزنس 2 فعلاً أنه فيه تغييرات كثيرة جداً يعني البرنامج قاعد يمشي على رتم عالي هذا من ناحية البرنامج والفقرات أنتوا تبغوني أجي أنتقد ولا تبغوني على لا هو مجهز وهو في بطنة كلاماً أجيب أشوف ما عندك توزيع نقاط ولا لا لا ما أبغي عن النقاط والله يا كمان لا لا أصلا النقاط يطني إياها أنا أعطيها الضيوف أنا ما أبغي نقاط ما بيوسع ولا سلم ولا سلم أما على مستوى المتسابقين أيوة أنت تبغي كذا البرنامج يا جماعة الخير من يوم سبعين ونت جاي هذا البرنامج البرنامج إذا طلعنا أول عشر أيام من التصفيات إذن حنا نتكلم عن ثلاثة شهور حنا اليوم تسعة وتسعين صح الله البرنامج من سبعين إلى تسعة وتسعين هذا برنامج البزنستوبر خيره تسميه شيء لماذا؟ نعم البرنامج من سبعين وجاي هذه وجهتنا تحترمون وجهة النظر بناء عليك شكيد كان عليك معطية على المتسابقين أنفسهم يا جماعة الخير من سبعين وجاي الرجاجين شلعوا الرجاجين مو بدعوا إلا اللي بعد بعد بعده يشهد الله وأنا ما أقولها مجاملة لهم ولكن البرنامج قبل سبعين سموها أي اسم آخر يعني سود الوازع كان مسارك مثلا في تسكير سموها أي اسم شوف لا تضربني بأسمها أنا أتكلم عن مجموعة لا 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 أنا أتكلم عن مجموعة البرنامج من سبعين وجاي طيب أنا فاضي ومروّق أنا مروّق من هو؟ هذا المحترف أنا ما قلت ألغى البرنامج بتسمها أي اسم آخر سميه شي كربت مدلاً سميه اللي تبي والله شوف ترى الشرحة كانت رايحة لعنك الشرحة كانت علينا لكن مظن أن الشرحة بتلحك خلني أضبط يا بادة خلني أضبط البترة بس أيوة شوف والله هني أتكلم من جد بغض النظر يعني أفطاد مشارك يا الله أمشي يا جماعة الخير أنت تشوفوا اللي أنا أشوفه أم لا أنا قاعد أتابع برنامج آخر ممكن كان لي سبب ما لي شغل بالأسباب أنا قاعد أشوف أن البرنامج أنا بقول السبب اللي عندي شوف أنا بقول السبب بالنسبة لي أنا كتركي موسى نسخة البزنس ما أسمع فيها أبدا لا يمكن أني أنا أسمع فيها أنت تتكلم عن ريال مدريد في الفترة اللي جابوا كل النجوم الفريق صار مصيبة لكن في الفترات الأخيرة بعد ما يعني قلوا النجوم ظهر الإبداع وهذا في النهاية طبيعي يصير في أي برنامج لازم حضوظ النفس تطغى في كده أنا أتكلم كم مشاهد قاعد أشوف أنه من سبعين وجاي بالعكس بالعكس هتدري أنا بالنسبة لي هذا من أجمل للأشياء لا 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 أنا معك جدا شوف أنا يأخلنا على أي شيء أقول لأ قلتهم لا لا بشي المساعد والله يا رجي جيل تغير البرنامج تغير أحس أنه مشا مشا الرتم تغيرهم أنفسهم تحس أن البرنامج بدأ ينتهي تقول هذول تعبوا لا هذول قاعدين ما شاء الله يعني يجددون بحزام أطلق عليهم نسخة الصملة لأنهم الصملة فعلا يجوا مع البرنامج من سبعين وجاي الشر تسمح لي أكيد بحزام تفضل خلنا في فقرة نادر من جخير يوح أرجعوا على الديوان وأنا أتفق مع أبو جخير أن فعلا من سبعين أختلف الوضع نعم بدأ البرنامج يشتعل نعم لكن لو أخذنا تأصيل تاريخي شوي لفقرة الديوان على مدار البرامج السابقة حينك كنا نعاني أشد المعاناة من هذه الفقرة لماذا؟ الفقرة هذه مهمة للفقرات الباقية أن المقدم يأتيك يطول عمره يلبس الماء يأكل يربز ويأتيك طايع يقدم لها السلاح يقدم وماشي صدق فعلا فقرة غير فقرة أول شيء تتطلب علاقات تتطلب معدين تتطلب أسماء يعني على من الصف الأول مع احترامنا الجميع لكن الجمهور يبي كذا والمتسابقين يبون كذا على مدى البرامج السابقة كانت هي اللي تسبب لنا بل بل أن في أوج المشاهدات تحصل فقرة هذه على أضعف المشاهدات الجمهور يبي فرقها اللي هي؟ لأنها فقرة الديوان نفس اللي ما كانوا سمها الديوان كانت بأسمها متعدة كان الجمهور ينحاش منها لأنها صار عندها قناة عن الأسماء اللي بتجي المتسابقين أقوم منه فعلا وحنا في البزنس واحد ونتابع برنامج الميركا وجي الرجل نادر بجخار أنا عارف من قبل ومتابع له من قبل من قنوات الصحراء من قبل وعارف الرجل يعني مهم بسيط في الإعلام فيوم شفته قلت حنا الآن أمام ما حك مع احترامي للزملاء اللي كانوا في البزنس معنا بس ما هم مثل الخبرات نادر ما هم مثل العلاقات نادر ما هم مثل تاريخ نادر في التقديم وكان ركام ملهم قد اي اي كانوا وكان شخبوط بس الشباب بس الشباب مكتفين بنفسهم يعني بجمهورهم جمهورهم الكريزماوي كريزماوي أسلام عليك أنت بطل يا بو أنا حاول أتكلم من الكاميرا وأبن نتلق أنت تحاول أباضح فيه شيء زعلام الكاميرا يعني اش في علي أنت تحاول أنت تحاول أنت تحاول من الفواصل هل تخشى من الفواصل؟ لا لا بالعكس أنا أرد على هذه الفيسية هذه أبو حزام في عدة نقاط قبل أن أخلط جاء نادر بك خير جاءوا ضيوف من الصف الأول ونوع في الضيوف وصلت المشاهدات الخمسة أشهر إلى فقرة فقرة عادية ترى الفقرة المدلدي جاء رتيبة وش عندك وش أخبارك فقرة رتيبة يعني أدى فوق الأداء لسببي بيخدم المتسابقين وبيهم يأخذون يعني يتعرفون على النجوم اللي يشوفونهم فقط في السوشيال ميديا لكن نادر بك خير أنا بزع منها أصطدم بطموح المتسابقين اللي عندنا كان طموحهم أضعف من المتوقع وكان ما يعنيهم شيء لأمر هذا فعانى الأمرين نادر بك خير منهم وفي بعض الحلقات بعد رجعوا على المقدم وفكروا بأشياء هامسية في النقاط وبي يا أخي رجل جايب لكم نجوم جايب لكم مشاهير جايب لكم الناس يبيكم تحت كومبهم تعودوا بالنقاط خمسين نقطة مئة نقطة صح أم لا يا نادر؟ يقولك ما ضح حق إلا وراه مطالب نعم 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 أول شيء أنا كنت أبي أقول أني أنا أتفق معها الحين لا أتفق معها لا كلامهم غير صحيح شوف أول شيء قلوا لا إله لله حسنا نتكلم عن فقرة الديوان المهنية الإعلامية تقولنا وأنتو تعلمونني أن أي واحد يمسك برنامج لازم يتحمل مسؤوليته فأنا من هذا المكان أقول أنا أتحمل مسؤولية فقرة الديوان من أولها إلى آخرها أن وفقنا في هذا توفيق من الله سبحانه وأي قصور في هذه الفقرة أنا أمامكم وأمام المشاهدين وأمام الإدارة أنا أتحمل المسؤولية حتى ولو كان في بعض الأشياء اللي حصلت أساساً أنه ما لي علاقة فيها أو بعض الخلل يعني من الجوانب ثنية أو أخرى ما لي علاقة فيها لكن بما أنك أنت مدير في الفقرة أو مدير البرنامج هذا فأنت المسؤول وأنا أقول أنا المسؤول أولاً وأخيراً هذه النقطة تكفي بحساتها و دعني أكمل النقطة الثانية ترى بس أرّب لك معلومة أنا يمجيتها بمسك الديوان ترى أني رحت وتابعت أيوة الحلقات الماضية والنساق اللي أنتوا سويتوها قبل حل هذا شي لا أيوة تابعت وين الخلل؟ الخلل في عدة نقطة في كذا نقطة النقطة الأولى أنا أنا من أترك أني أنا اسمي على جنب خلّ خلّ أنا ما ما تكلم عن نفسي أنا أتكلم عن كيف تدير الفقرة هذه تحديداً على أطالي مثل ما يقول عادل هيف الفقرة هذه يا أبو حزام لأصحاب النفس الطويل جداً ما هو بأي واحد بيستمر فيها لأنها متعبة 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 وين التعب فيها؟ التعب فيها في ضيوف يعني في برق بين أنك تجي فقرة زين مثل ما قالوا بحزام بس تقدم اللي عندك تمشي فيه أنا أخلّص الحلقة اليوم أنا قاعد أجهز حق الحلقة اللي من بعد الأسبوع وقد يحصل اعتذار وقد يحصل غير هذا كيف أنك تجيب ثلاثة تجمعهم مع بعض يعني أنا كان من الأسهل علي أني أجيب كل حلقة ضيف بس الصعب أنك تجيب ثلاثة أو ثلاثة هم يعتقد أو الجمهور يعتقد أنه سهل أنك تجيب أي ثلاثة أو ثلاثة مع بعض لا مو صحيح مو كل أحد ينبي يطلع مع أحد تركيبة تركيبة من اللي يعرفها؟ ابن البيئة يعني حنا من يخلقنا وحنا مع الشعراء ويبكي لأبو حزام عارف الشيء هذا هذا بيئتنا من خلقنا إلى اليوم فتجيب تعرف اللي يقول لك جبته في ملعبه أجه يبني في ملعبي من الطبيعي أني أنا ما عندي مشكلة في هذه الجزئية ولكن الخلل في النسخ الماضية مش على الأسماء لا أنا ولا هم الخلل في أن المعد هو اللي ينسق للضيف هذه تضعف الفقرة ما تقويها صحيح أنا أم حاكيك أنا المعد النفسي وأنا المنسق النفسي هذا الصح أنا اللي أعد كل برامجي وأنا اللي أنسق كل برامجي هذا اللي يقوي الفقرة يعني أنا ما أتكلم عن نادر يترك نادر على جنب وهذه نصيحة لكل واحد يبي يمسك هذه الفقرة أن أن عد النفسك ونسق النفسك بس تعب ولا ما بتعب؟ جداً تعب وفي النهاية عشان تنجح أو يعني في النهاية؟ وتكون ابن البيئة ترى الناس أو لو قصر كلامك الناس تجي لك أنت يا تركي تقول أنا أدر حضر غاص بورا خشم يحضر لك أنت علشانك نعم نعم أن كان علي أنا بين وبينا ما أدريش قدامنا أيوة أنا أدري أني يبي يجي خلاص أنا مرتاح لأني جاي نجيكم كانوا مجملني يعني تقصير في الفقرات الماضية اللي تابعت تقصير من المقدمين مش ما تكلم عن أسماءهم لا ترى تتكلم عن راكان مملهي ابن عمي يا أخي والآن أرضى لا لا على مكرة راكان مملهي من الأسماء اللي ما يحتاج شهادتي يعني السمبارس سهل ومملهي طيب في حلقات كثيرة في حلقات كثيرة ظهر نادر في ملعبك بحزان شعر والدنيا حلقات كثيرة ظهر نادر كأنه موبراضي عن الجو وكم فيه برود في مستواه في أشياء أزعجتك من الشباب المتسابقين لا أنا اللي أزعجني من سامي أنت بيني أضرب على الثقيل أضرب على الثقيل أضرب على الثقيل على طارع موضوع الديوان وش أكثر شيء أنا واجهته مشكلة أنا من هذا المكان أقول لي أبو رايا أبو يارا يارا الله يمسيك بالخير عندك جزئيتين الجزئية الأولى سواء الديوان أو غيره لا تضجينا يا المذيع علي معانا في النقد معاك في النقد يلا تدوش بكرة بث وش اللي بكرة بث؟ أنا ما عرف الناس اللي قدامي منهم يعني إحنا قبل برنامج الواقع أنا أشوف وجهة نظري تتفقون تختلفون هذا موضوع ثاني لازم إحنا كالمذيعين مش أنا بس كالمذيعين لازم نجلس مع الشباب يا جماعة الخير أنا جاي وش لون ثالث حلقة والله هنا هذا موقف معي ثالث حلقة أنا ما عرف يعني له بحلوة لا لي ولا للمشارك ولا أمام الشاشة أنك معي في الجلسة وأنا ما عرف اسمك أحط اللوم عليك لا لا خلني بكمل لا خلني بكمل لازم أتابع من أول أسبوع ايه ايه لا دقي لا دقي طيب أنا ببوخ المنصاب أنا أشوف أنه أفضل علشان نطلع بنسخة حلوة علشان نطلع بنسخة متر كاملة يا جماعة الخير لازم المذيعين يجلسون مع الشباب نقطة آخر السطر أنا خلني أنا على فكرة علي معاي يتذكر ترى الميركا مش لأن جواها المتسابقين قسروا معي في البزنز لا بس على فكرة نجس معنا مع المتسابقين في الميركا ثلاث مرات قبل نعم وعلي موجود أيوه فأنا أجي الميركا وأنا عارف فلان وعارف فلان وعارف فلان وعارف أن هذا منشد وعارف أن هذا شاعر وعارف أن هذا مثلا صانع محتوى يا أبو حزام أنا دخلت على الوديفيل الأول حلقة ما أعرفهم بصراحة وهذا ما هو التكسير مني يا أبو فهد التكسير من الإدارة هو أقولها بالفهم المليان الأستاذنا القدير سامي الجعوني أنا أحبه لازم أن أجلس والله يا جماعة الخير راح تلقوا نتائجها طيبة 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 مع الفقرات كلها طلبت سامي طلبت سامي تجلس معهم لأنه أنا وأنت عملنا تحت دورة سامي برنام الميركا طلبت أنه نجلس معهم طلبت أني أجلس معهم ولا قال لي لا أنا مرح أضرمه ودخلني عليهم في البث في أحد الفواصل بس هنا في البزنس نعم بس تعتقد أن هذا يكفي لا أنا جيتهم كأشرح لهم يا جماعة الخير أنا مقدم الفقرة الديوان والله الله لا هذا مو هذا اللي نتكلم عنه أنا أتكلم عن في الميركا جلسنا ثلاث مرات ثلاث مرات وكان لهم أعتقد مثل الفندق وجيتهم جلست مع الرجع جيل وسمعتهم من فلان وسمعتهم من فلان خلني أجي وأنا عارفهم هذا الطلب اللي أنا أبقي في النهاية شوف أنا أنا أعتقد أن يعني ممكن هذا في بداية الفقرات يعني يحصل وأمر طبيعي بناء على الوقت في نهاية لا نعذره ولا نعذره كان اثنينكم اتفقتوا وتجلس مع المتسابقين هذا أمر أي هذا أمر الأمر الثاني أنا ما أتكلم عن أي لا لا أنا أتكلم هذا أمر طبيعي أنا ما أتكلم عن البزنس تو وشلون بكره البرامج الجاية وشلون يعني خلونا نفكر بطريقة أخرى نحن نطور يعني ما بالتطوير خل المدعين بس أن يكون فيه جلوس مع المتسابقين فيما قبل البقرات والله بتشوفون نتائجها أكيد وبالرغم من ذلك ما شاء الله تبارك الرحمن جت نتائج جدا متميزة جت نتائج جدا عظيمة على مستوى الفقرة على مستوى نادر على مستوى حتى المتسابقين لن أجحد الشباب أنا قلتها لهم في آخر حلقة بيض الله وجيهم عز الله أنهم جملوني على المستوى الشخصي وجملوني قدامهم فعلا يعني للأملنا يعني شوف لما كنا نتكلم أمس عن البزنس ثنينك قلنا أحنا نملك قامات شعرية جدا متميزة بالمقابل عندنا يعني مجموعة منشدين ما شاء الله تبارك الرحمن بالفهم المليان قد تغنيك عن الضيوف في كثير من الأحيان نعم أو الدليل أنهم شارح حلقتهم أي الدليل شارح حلقتهم يعني ممكن كنا نعتب عليهم في بعض الحلقات أنهم يطلبون منشدن لدك